في آخر المستجدات بخصوص بعض القضايا عابير موسي تدخل في إضرب جوع هذا ما أعلن عليه علي طيشي عضو هيئة الدفاع عن عابير موسي رئيس الحزب الدستوري الحرق قال إنه موكلته عرضت يوم الأثنين على دائرة الجونحية الصيفية بالمحكمة الابتدائية بتونس في القضية لرفعتها الهيئة العليا المستقلة الانتخابي ضدها على معنى المرسوم عدد 54 المحامي قال في تصريح أمام عدد من مناصر الحزب أمام المحكمة الابتدائية بتونس إن المحكمة لم تحدد تاريخ لجلسة قادمة وحجزت الملف للتفاوض في المطالب الشكلية والإجرائية المقدمة وقال عضو هيئة الدفاع أن عابير موسي دخلت في إضرب جوع بداية من يوم الأثنين وذلك احتجاجا على التعدي على حقها في الترشح للانتخابات الرئاسية حسب تعبيره وكذلك على المعاملة التي تلقاها في السجن وعدم مراعاة وضعيتها الصحية وأضاف قائلا أن موكلته كانت مرهقة وأن هيئة الدفاع طلبت من المحكمة معينة الحالة وإجراء التسخير الطبية اللازمة لإحالتها وأشار إلى أن هيئة الانتخابات قدمت تقريرا في الطلبات المدنية وأن هيئة الدفاع طلبة التأخير للإتلاع عليه والإجابة على ما تضمنه من جوانب وإخلالات ونقاط جديرة بالرد في الإبان وتمسكت الهيئة وفق الطيشي بإحضار الشهود من لجنة خبراء في القانون الدستوري وأحضار الممثل القانوني ورئيس هيئة الانتخابات للتحرير علي بيتفته وشخصه في النقاط الواردة في الاتهام الموجه لعابير موسي وكانت الدائرة القضائية بالمحكمة الابتدائية بتونس قررت يوم 23 جوليا الحالي إصدار بطاقة دعب السجن جديدة في حق عابير موسي بعد انتهاء مفعول البطاقة التي أصدرها في حقها قضي التحقيق المتعهد بالبحثة وأصدر قضي التحقيق بالمحكمة الابتدائية بتونس قرار ختم البحث والإحالة على أنظار دائرة الجوناحية في حق عابير موسي التي قامت باستنتقها يوم 22 جوليا وقررت تأجيل النظر في القضية المذكورة إلى يوم 29 جوليا رئيس الجمهورية قيس سعية توجه مسامس إلى ولاية المهدية حيث توقف أولا بدائرة ولاية صالح ثم معتمدية سيدي علوان وبعدها قرية كركر التابعة لمعتمدية بومرديس حيث تحدث إلى المواطنين وخاصة عن الانقطاع المتواصل للماء وعن الأسباب التي أدت لهذا الوضع غير الطبيعي وما أدى إليه من معاناة المواطنين وشدد رئيس الجمهورية على ضرورة تحمل المسؤولين لوجيباتهم للاستجابة للمطالب المشروعة للمواطنين ورئيس الجمهورية قال في فيديو تم نشره على صفحة الرئيسة فجر هذا اليوم قال إن من يعتقد أنه يقوم بهذه الزيارات ضمن حملتي الانتخابية فهو مخطئ في العنوان وشدد على إنه على الجميع المشاركة في عملية تحرير الوطن وجدد سعيد تأكيده على إنه هناك شباكات إجرامية ترغب في تعتيش الشعب التونسي ومن يرغب في ذلك سيدفع الثمن وفق تعبيره كذلك رئيس الجمهورية قيس سعيد كان عنده لقاء مع حشود من المواطنين خلال هذه الزيارة واستمع إلى مشاغلهم خاصة بخصوص الماء الصالح للشرب المنقطع في الجهة أو الذي انقطع لعدة ساعات في المنطقة رئيس الجمهورية قيس سعيد قال إنه ما يحصل من تعطيلات في المرفق الإداري غير طبيعي وأضاف في لقاء جمع أمس مع رئيس الحكومة أحمد الحاشيني في قصر الحكومة بالقصبة قال هناك جيوب ردة داخل الإدارة زمنها انتهى فضلا عن ارتمائها في أحضان اللوبيات حسب ما جاء في فيديو لتلك الزيارة نشرتها رئيس الجمهورية فجره هذا اليوم وشدد سعيد على أن ما يحصل من قطع للكهرباء والمياه بعدد من الجهات هو عمل إجرامي معتبرا أن الحملات الانتخابية للبعض هي حملات إجرامية لضرب الدولة والسلم الأهلي بها وانتقد رئيس الدولة تخض للمسؤولين محليين وجهويين وقلسنا بحاجة إلى مسؤولين جهويين لا يعلمون بانقطاع المياه والتيار الكهربائي بعدد من الجهات مستغربا تزامن تلك الانقطاعات مع انتلاق الحملات الانتخابية للبعض قائلا في هذا صدد هؤلاء لا يقدرون على العيش إلا في أحضان الاستعمار والعمال للخارج وهم في حالة استيلاب وتيه وغيبوبة في هذا السيق تحدث الرئيس سعيد عن الوعود المقدمة من قبل البعض الذين لم يسمعهم وقال بشأنهم هناك من يقدم عودا كاذبة ولا هم لهم إلا الوصول إلى السلطة ولو على جثث التونسيين من جهة أخرى تطرق الرئيس قيس سعيد في حديثي مع أحمد الحشين إلى الوظيفة التنفيذية وإلى الحكومة التي تساعد رئيس الجمهورية على القيام بتلك الوظيفة وأشار إلى ضرورة أن يعي أعضاء الحكومة ذلك الأمر من جهة أخرى انتقد رئيس الدولة الدستور السابق دستور 2014 وقال دستور 2014 فجر الدولة التونسية في ظل ترتيب صهيو لتدمير الدول من الداخل وضاف أن البعض ممن يحنون إلى ذلك الدستور اعترضوا عليه سنة 2013 ونظموا اعتصاما ضده واليوم يريدون العودة بمساندة لوبييت قال رئيس الدولة أن قادتها لن يبقوا خارج المسائلة القانونية والمحاكمة السريعة وقال أيضا هناك آلة بدأت في العمل لضرب الدولة والسلم داخلها ولكننا لن نترك الدولة لأنها ليست للبيع أو التسويق ومن أجرم في حق الدولة يجب أن يحاكم بأقصى سرعة ولابد من تطبيق القانون على المجرمين حسب رئيس الجمهورية رئيس الجمهورية قيس سعيد استقبل أمس بقصر قرتاج إبراهيم بوغالي رئيس المجلس الشعب الوطني بالجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية الشقيقة وتناول هذا اللقاء العلاقات الأخوية المتميزة بين تونس والجزائر في كل المجالات وأكد رئيس الجمهورية على عديد المحاور المتصلة بالتعاون بين البلدين وشدد مجددا على أننا أفراد أسرى واحدة تشترك في عزمها على رفع كل التحديات وتم تطرق أيضا خلال هذا اللقاء إلى موضوع مقاومة الهجرة غير النظامية وتنمية المناطق الحدودية وخلص رئيس الجمهورية إلى أن تاريخنا واحد وحاضرنا بدوره واحد ومستقبلنا لا يمكن أن يكون إلا واحدا معا اليد في اليد وأكد رئيس الدولة مجددا الموقف الثابت لتونس في القضية الفلسطينية ترجمة نانسي قنقر